لقد كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى من التوصل لحل سياسي عبارة وردت في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر في إبريه لألفين وخمسة عشر أما المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ فقد جاء في إحاطته الأخيرة بعد ذلك بثلاث سنوات إن خارطة السلام موجودة وتم الاتفاق على المقترحات العملية للبدء في تنفيذها وبناء الثقة بين الأطراف لم يرى اليمنيون الحل الذي تحدث عنه بن عمر وما يتذكره اليمنيون اليوم أن الانقلاب الذي يمثل أس المشكلة وأساسها جرى في ظل عمله مبعوثا إلى اليمن أما الخارطة التي بشر بها ولد الشيخ وهو يغادر فيبدو أنها كخارطة ألغام الحوثيين لا وجود إلا مع أصحابها إن كان لها وجود أصلا بعد المبعوثين جاء جريفيث لتكون عبارته الأولى التي ستفصح عن مسار عمله الأمل هو رأس مال أي وسيط وإذا لم تقدم شعورا بالتفاؤل والأمل للأطراف فلن تشجعهم على المضي قدما وإحراز تقدم أفرط جريفيث في الأمل لكنه ذهب بعيدا عن المرجعيات في العمل ليصبح موقفه من مسرحية الانسحاب الحوثي من الحديدة القشة التي قصمت ظهر بعير الصبر الطويل وغير المبرر من قبل الشرعية أعادت الشرعية تعاطيها مع جريفيث وأعاده وأمس حديثه عن الأمل الذي تحدث عنه قبل قرابة عشرين شهر قراءة إحاطة جريفيث من زاوية السردية التاريخية لمسار الأحداث في عهد المبعوثين الثلاثة دفعت مراقبين للتأكيد على وجوب تقييم الواقع من أحداث الأرض لا من خلال الأحاديث وأمان السلام التي سبق لمثيلاتها أن تحولت بفعل الميليشيا إلى سرعب وبمعيار كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي فإن تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية سيشكل إجراءا مهما لبناء الثقة ومؤشرا حقيقيا على تحقيق السلام المستدام وبصياغة الفقرة في استفهام لماذا القفز على مؤشرات يمكن قياسها على الأرض وعدم التفريق بين بث روح الأمل وإعادة بيع الأوهام